بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله جل في علاه في كتابه الحكيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لمهمة سامية وجليلة هي أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نتقرب إليه جل في علاه وأن نكون دائما مقبلين على الله جل جلاله كثير من الناس ربما ينشغل عن هذه الحقيقة فتشغله الدنيا بملذاتها وبشهواتها وبمغراياتها وينصرف عن طريق الله جل في علاه فإذا دعي إلى طريق الله وإذا دعي إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى يقول في نفسه أو يقول لغيره سوف أقبل على الله سبحانه وتعالى في وقت كذا أو إن أراد الله سبحانه وتعالى سوف أقبل عليه ودائما ما يسوف العودة والأوبة إلى الله جل في علاه ودائما ما يؤجل طريق الإقبال على الله سبحانه وتعالى وفي هذا يروى لنا عن رب العالمين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنه سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا وينبهنا إلى حقيقة وجودنا في هذه الحياة فيقول الله جل في علاه في الحديث القدسي ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فقدتني فقدت كل شيء ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت لك كل شيء فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له نعم الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وخلقنا للإقبال عليه وخلقنا للولوج ببابه وخلقنا للتذلل والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى وخلق الله سبحانه وتعالى كل شيء من أجل الإنسان هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فكل شيء في هذا الكون إنما خلقه الله سبحانه وتعالى وسخره في خدمة الإنسان فالإنسان الغافل هو الذي ينشغل بهذا المتاع الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له عن المهمة الأساسية التي خلقه الله سبحانه وتعالى لها وهي عبادة الله جل في علاه لذلك الناس يكونون في خطر عظيم إذا هم ذكروا بالله سبحانه وتعالى فلم يتذكروا إذا هم صاروا في غيهم وصرفوا هممهم كلها في المتاع والشهوات وفي الملذات وانصرفوا عن طريق الله جل في علاه هذا هو خطر عظيم ينبهنا إليه رب العالمين جل في علاه فيقول الله جل في علاه الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان ويعلم ما يصيبه من آفات فالإنسان من آفاته أنه ينشغل دائما بقضية الرزق ولذلك إذا انشغل الإنسان عن الطاعة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى بالرزق يكون في عقيدته نوع من الخلل إذ هو لم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى متكفل برزقه نعم الله سبحانه وتعالى حينما أنزل سيدنا آدم عليه السلام إلى هذه الأرض ضمن له الرزق وقال الحق سبحانه وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فتكفل الله سبحانه وتعالى لعباده بقضية الرزق وطلب منهم أن يقبلوا على الله جل في علاه بل وفوق ذلك الله سبحانه وتعالى أمرهم إذا هم سعوا في طريق كسب الحلال وإذا هم سعوا ومشوا في مناكب الأرض أن يكون ذلك بقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو سبحانه وتعالى الذي أمر عباده فقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارة هذه الأرض فالإنسان في كل أحواله وفي كل شؤونه بسلامة قصده يستطيع أن يكون في عبادة وفي طاعة لله جل في علاه أما أن يسوف الإنسان الإقبال على الله سبحانه وتعالى ويقال له أقبل على الله بالصلاة وأقبل على الله بالزكاة وأقبل على الله بالصوم وأقبل على الله بتلاوة القرآن وأقبل على الله تعالى بالذكر وبالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسوف الإقبال على الله سبحانه وتعالى فليعلم أنه بذلك وقع في حبائل الشيطان ومكائده فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليصرف هوى نفسه وليقبل على الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الرحمات وأبواب التوبة في وجوه عباده الصالحين هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العب